المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الخارجية تؤكد حرصها على رعاية ومتابعة مصالح المواطنين بالخارج وفي النشرة أرباح الجزيرة الفصلية تكشف عن تحقيق قفزة نوعية توجهات سامية وإرشاد أميري توجه حفلة تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي أقيم اليوم برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي سياق فقد دعا الأمير المعلمين إلى مضاعفة الجهد لتوجيه الأبناء الوجهة الصحيحة وتهيئتهم لسغلال طاقتهم متطلعا إلى المزيد من الاهتمام بنوعية التعليم وبمخرجاته لتتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته كذلك أشار الأمير في كلمته إلى جسامة وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين مشددا على أن دور المعلمين الآن مصيري في ظل الظواهر السلبية الكثيرة التي يتأثر بها الشباب هذه الأيام وما واكب ذلك من استخدام غير مسبوق لكل وسائل التواصل الاجتماعي وما ترتب عليها من أثار اجتماعية وثقافية وتعليمية أثرت بشكل مباشر على أنماط السلوك يحضر المعلم بمكانة رفيعة في نفوسنا ومنزلتنا قالية لدى المجتمع بأسل ولكن له كل الاحترام والإجلال تقديرا للدور الجليل الذي يقوم به وللجهد الذي يبدله لجربية الأجيال وبناء الإنسان فهو من علم أبناءنا وأحفادنا وساهم في تربيتهم وتعليمهم واكتسابهم صلوف العلم والمعرفة لا يخفى عليكم جسامة وعظم المسؤولية الملغاة على عاتقكم والتي أنتم أهل لها فأنتم أساس ومحبر الأعملية التربوية وعدة الوطن في ساحة العلم وبإقراصكم وتفانيكم في إداء رسالتكم النبيلة والسامية ومن خلال غرسكم المثلث في نفوس النش ينهض الوطن ويزدهد وإذا كان دوركم في هذا المجال أساسيا فإنه الآن مصيريا في ظل الظواهر السلبية الكثيرة التي يتأثر بها شبابنا هذه الأيام وما واكب ذلك من استخدام خير مسبوك لكافة وسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من أثار اجتماعية وثقافية وتعليمية أثرت بشكل مباشر على أنماط السلوك وهو ما يتطلب منكم مضاعفة الجهد في دوركم التربوي لتوجيه أبنائنا الوجهة الصحيحة وتهيئتهم من استغلال صاقاتهم وتطلعين إلى المزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم وبمخرجاته التي يجب أن تتمشى مع متصربات تفق العمل واحتياجاته إننا لعل ثقة تامة بتحملكم المسؤولية وتجاوز كافة العقبات لنهور بمثيرة تعليمية إلى ما هو أفضل بإذن الله تعالى إن كل ما ننشده من آمال وتطلعات هو تنشئة أبنائنا وبناتنا تنشئة صالحة متسلحين بالعلم والمعرفة ومتمسكين بمادئ ديننا الإسلامي الحنيف الداعي إلى الخير والمحبة والتآله ومحافظين على ثقافة الوطن وتقاليده الحميدة قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن الانتخابي أو الطعون الانتخابية في بطلان العملية الانتخابية للانتخابات التكملية لمجلس الأمة والتي جرت في 16 من مارس الماضي وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت في الثالث من أبريل الجاري طعنين انتخابيين في نتائج الانتخابات التكملية لمجلس الأمة والتي جرت في مارس الماضي إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم وتلقت المحكمة الدستورية في 17 من مارس الماضي طعنين من مواطن الأول يختص بعدم صحة العملية الانتخابية وبطلان الانتخابات التكملية للدائرة الانتخابية الثالثة والثاني ببطلان العملية الانتخابية وعدم سلامتها وصحتها وعدم دستورية مواد الانتخاب ولائحة مجلس الأمة في المواقف النيابية طالبت النائب صفاء الهاشم بفتح ملف التزوير بالجنسية محذرة مما يؤدي إلي هذا الملف من تخريب للتركيبة الديمغرافية للبلد ورأت النائب صفاء الهاشم أن الحكومة ترتجف أمام بعض النواب الذين لا يرغبون في فتح ملف تزوير الجناسي إن نظفت ملف الجنسية وما تخضع لتهديد البعض من النواب أنا عمري ما شفت نائب يوقف ابوي فتح ملف جناسي مزورة ليش خايف منه اللي قاعد يصير في ملف الجنسية والمزورين يا نائب رئيس مجلس وزراء النائب الأول ومعالي وزير الدفاع الشيخ ناصر أخاطبك أنت الجهة الحين اللي يعول عليها اللي قاعد يصير في ملف الجنسية والمزورين آن أو آن مواجهته وحزمه والحزم فيه لن نتنازل ولن نسمح أن يتم العبث في ملف الهوية الكويتية والكويتيين الكويتين ملوا اتعبوا من ضعف الحكومة وتسويفها وترتجف أمام صراخ البعض من النواب اللي ما يبون ملف تزوير الجنسية ينفتح اللي خلطوا قضية بدون على ملف تزوير ويبون يوقفون الموضوع وإذا الحكومة خايفة من صوتهم صوتي أعلى في يوم من الأيام وقفت وقدرت أنزع وزير من كرسية لما فتحت في الاستجواب محور واحد ملف واحد كان يضمت أكثر من 62 ألف جنسية مزورين ملف ملف وبالإثباتات قضية كانت محكوم فيها حكم على من ساهم في التزوير بأحكام سجن وصلت إلى 10 و12 سنوات وكان الحكم واضح وصريح وعلى الوزير المعني فتح ملف تحقيق في كل من تم تزوير جناسيهم وتغيير موادهم ما افتحه وكان هذا محور الاستجواب الاستجابة يا حكومة لتهديدات ووعيد بعض النواب بشأن فتح ملف تزوير الجناسي أنا ما رحس كتعب عنه لأنه معاي مجموعة شرفاء من إخواني نواب مجلس الأمة ناقشت لجنة الأولويات اليوم سكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة وقال رئيس لجنة الناب أحمد الفضل إن لجنة استعرضت بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العاقيل المشاريع الحكومية الجاهزة لتقديمها للمجلس كما اشار إلى أن هناك عدة مشاريع حكومية منها قانون حماية المنافسة ومراقبية الحسابات وتنظيم الميهن المصرفية على وشك الإحالة لمجلس الأمة وعشار إلى أن التعديلات المنظرة في اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة يتوقع أن تنجز الأحد بعد المقبل وبالتالي فإنها ستناقش خلال شهر رمضان المبارك ما لم تعقها الاستجوابات متوقع إن شاء الله في رمضان حسب ما نشوف الآن من مشاريع بحكومة ومن مقتراحات قربة تخلص للنواب سيكون جدول مزدحم أتمنى أن الاستجوابات لا تعيق هذا الشيء وأتمنى كذلك أن نطرح وجهة نظر في مكتب المجلس وقد يأخذ مكتب المجلس الموضوع إلى المجلس ليأخذ فيه موافقة نحن نأخذ لنا جلسات استثنائية لإقرار هذه القوانين في قوانين وايد مهمة خاصة في الشأن التنشيط الاقتصادي والتنشيط الدوران النقود معالجة باقتراحات كثيرة وكذلك قوانين الحكومة التي ذكرناها حماية المنافسة للحسابات مراقبة الحسابات والمهنة المصرفية وكذلك قانون الفلاس قانون الفلاس مهم جدا سيعالج كثير من قضايا المدينين قررت اللجنة المالية البرلمانية تأجيل التصويت على مشروع قانون بشأن التأمين والإشراف والرقابة عليه إلى حين تقديم وزارة التجارة تفاصيل تتعلق بعدد شركات التأمين وتخصصاتها قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلح خرشيد إننا توصلنا إلى تصور نهائي من 71 مادة في قانون التأمين وسيكون من القوانين المهمة معربا عن توقعه بأن يحسم الأمر بشأن هذا القانون خلال اجتماع يوم الأحد المقبل قانون التأمين كما تعلمون يعني صار لأكثر من 30 سنة ما تم التعديل عليه ويعني كان فيه هناك فرق عمل اشتغلت لمدة طويلة لهذا القانون ممثل من اللجنة المالية ومن البنك المركزي ومن أيضا وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وصلنا إلى تصور نهائي تقريبا من حوالي 67 مادة لقانون التأمين إن شاء الله في بعض الأمور البسيطة اللي ممكن إن شاء الله رح نوصل فيها إلى النهاية في جلسة يوم الأحد القادم إن شاء الله لتصويت على القانون ومن ثم إن شاء الله إحالته إلى مس الأمة رح يكون هذه من القوانين الجديدة والمهمة اللي نعتقد إنه يعني موضوع التأمين من المواضيع المهمة اللي بيحمل أيضا مبالغ ضخمة جدا وسوق ضخم يأتي بعد سوق يعني شركات الاستثمار اللي حجم أموالها يعني بالمليارات وبالتالي توقع إن شاء الله رح يكون الحسن في يوم الأحد القادم أيضا رح يكون يعني موضوع قانون نزع الملكية واللي أعتقد إنه يعني يحتاج إلى تعديلات مهمة يعني صار لفترة من الوقت اللي ما تم التعديل عليه وإحنا بيعني إن شاء الله سوف نكون ننتهي من التصويت عليه يوم الأحد القادم أيضا اليوم كان لنا لقاء مع الأخوة في القطاع النفطي فيما يتعلق في ثلاث قوانين أو اختراحات بقوانين قدرت من مجموعة من أخوز زملاء أعضاء المجلس ببعض التعديلات على قانون ناقصات المركزية التي تخص المشروعات الصغيرة من توسطة بدورها أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا لتنظيم مهنة وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين مؤكدة أنه يهدف إلى فتح فرص العمل أمام المواطنين الكويتيين في شركات وساطة التأمين مبيناة أن هذه المهن كانت منذ عام 61 لغير الكويتيين وأوضحت تجارته أن القرار اشترط في مدته الأولى أن يكون من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية كويتي الجنسية ومتفرغا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدا بذلك وأن يكون حاصلا على ثانوية العامة على الأقل كما اشترط القرار أيضا في من يتولى إدارة شركة وساطة أعادة التأمين أن يكون كويتيا ومتفرغا للعمل بالمكتب ويقدم تعهدا بذلك أكد نائب وزير الخارجية خالد الجرالة اهتمام الخارجية وحرصها على الالتزام بمتابعة قضية المواطن الكويتي خالد الريش الذي تعرض لعملية قتل في مصر وقال الجرالة عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الذي ناقش قضايا إقليمية ودولية عدة قال إنه ضمن الموضوعات التي ناقشتها الخارجية في شماعها مع اللجنة البرلمانية أو البرلمانية جهودة وأزارة الخارجية فيما يتعلق بعملية القتل التي تعرض لها المواطن الفقيد في مصر كذلك تم تطرق لقضية المواطنين الكويتيين الذين علقوا في السودان أخيرا قبل عودتهم إلى البلاد حقيقة كان اجتماع مفيد جدا مع الأخوة الرئيس وأعضاء اللجنة واستمعنا إلى آراءهم حيال مثل هذه القضايا وتوجهاتهم حيال مثل هذه القضايا ونحن نستفيد بكل تأكيد من هذه الآراء وهذه التوجهات لبلورة موقف كويتي شعبي رسمي حيال مثل هذه الموضوعات تم أيضا تطرق إلى دور وزارة الخارجية وجهودها فيما يتعلق برعاية ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وخاصة ما أثير مؤخرا على موضوع الخرطوم ووضحنا تماما ملابسات هذا الموضوع وكانت الأمور واضحة للسيد رئيس اللجنة والأخوة الأعضاء وأيضا تم التطرق إلى جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمرحوم المواطن خالد الريش وكان أحد أقارب المرحوم موجود وأكدنا على همية التواصل بيننا وبين أهل المرحوم ومتابعة قضية المرحوم الريش في القاهرة الخلاصة أن هذا الاجتماع كان جيد وكان إيجابي ونتطلع إلى اجتماعات في المستقبل إلى مزيد من هذه الاجتماعات لما فيها من فائدة ولما فيها من مردود على وزارة الخارجية وللأخوة أيضا أعضاء اللجنة أبعدت وزارة الداخلية وافدين عربيين تجولا بسلاحين هوائيين في منطقة بحليفة وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الاجتماعات الأمنية المختصة طبطت شخصين من إحدى الجنسيات العربية تم تدعو المقطع فيديو لهما أثناء تجولهما بسلاحين هوائيين بمنطقة بحليفة وأكدت لدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن القطاعات الأمنية ستتصدى وبكل حزم وشدة لأي مخالفة للقانون وتبدل الجهود اللازمة لضبط المخالفين والمطلوبين أكد مدير الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أهمية دور الملقة على المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للحد من المخاطر البيئية والبحثة في المجالات التي تعمل على تطوير السياسات الخاصة بمخاطر التغير المناخي جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنها مدير إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي في الهيئة عبدالله الزيدان خلال احتفال المنظمة بيوم البيئة الإقليمي تحت شعار مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية والأسعداد للمواجهة التعاون مستمر بيننا وبين المنظمة القيمية لحماية البيئة البحرية ما يقارب أكثر من ثلاثين سنة وطبعا التعاون يتم عن طريق إمداد الهيئة العامة للبيئة ببيانات الأغمار الصناعية للتنبؤ بحالة وجودة البحر في دولة الكويت وبالمناطق المجاورة إقليميا طبعا الأشياء اللي مركزون عليها أكثر شيء اللي هي الانسكابات النفط أو الزيوت التي تتم وتقدر الضر سلبيا الأحياء البحرية والظاهرة الثانية اللي هي موسمية انتشار وازدهار العوالغ النباتية التي قد تسبب ظاهرة نفوق الأسماك أولا طبعا نحب أن أرحب فيكم في حضوركم معنا باحتفال يوم البيئة الأقليمي الذي هو يصادف يوم توقيع تواقية الكويت للبيئة البحرية وهذه التواقية فعلا قد نبهت إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية لأن البيئة البحرية كما تعرفون هي الآن أساس في قضايا البيئة في منطقتنا منطقتنا منطقة صحراوية والبيئة البحرية لها دور كبير في تغذية المنطقة من الأسماك وغير ذلك حتى تأثير على الجو يعني فلذلك احنا اهتمين في صناحي 30 سنة تقريبا درسنا كل ما في هذه البيئة من مشاكل وقضايا وخاصة كما تعرفون هنا منطقتنا منطقة نفطية ويمكن منطقتنا البحرية أكبر محل في العالم في مرور سفن ناقلة النفط تصل لحوالي 46 إلى 50 ألف ناقلة نوبيين خلال كلمتها الافتتاحية أكدت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سامير عمر أهمية الملتقى الثاني لاختراعات المعهد في تحفيز الحكومات والقطاع الخاص للاهتمام بتحويل الاختراعات والأفكار الإبداعية إلى تطبيقات تفيد المسيرة التنموية للكويت وقالت عمر في كلمتها الافتتاحية للملتقى الذي ينظمه قطاع التسويق والعمليات التجارية في المعهد إن الملتقى يعد من جسور التواصل بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك حلقة من الحلقات التي تربط الابتكار بالتسويق التجاري ونقل التكنولوجيا أود هنا أن أشير إلى أن معهد الكويت الأبحاث العلمية يواصل الاهتمام بتسجيل براءات الاختراعات وقد نجح المعهد في عام 2018 في الحصول على تسع براءات اختراعات جديدة تعد ثمار جهد كبير في أبحاثه في مجالات المياه والبترول والبيئة والطاقة البديلة ويعمل المعهد في الوقت الحالي على نقل تلك الأختراعات إلى المستثمرين والمصنعين في القطاع الخاص كما أن المعهد يعمل في الوقت الحالي على بلورة خطته الاستراتيجية في التاسعة لعام 2020-2025 التي نعمل على أن تواكب المستجدات والمتغيرات الحديثة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وأن تأتي من سجمة مع رؤية وخطة الدولة 2035 بشراكة مع جوجل نظم بنكو بوبيان أول ورشة عمل في تطوير التكنولوجيا ونشرها في الكويت حيث تهدف الورشة لإطلاع المطورين والمبرمجين على آخر التطورات والتقنيات المتوافرة في جوجل وتحديدا في مجال البرمجة والذكاء الصناعي وينظم بنكو بوبيان هذه الورشة حرصا منها على نشر الثقافة كما تعد فرصة للتوسع في مجال التكنولوجيا إلى جانب توفير الوظائف في هذا المجال سعداء اليوم في مشاركتنا مع جوجل في أول ديفلبرز رودشو يسوونا في الكويت وهذا انطلاقا من حرص بنكو بوبيان على تطوير التكنولوجيا ونشرها في الكويت جوجل أول مرة يتواجدون في هذا الحدث في دولة الكويت وإحنا في بنكو بوبيان كان لنا الشرف أن نكون شركاؤهم في هذا الحدث الحدث هذا يطلع المطورين والمبرمجين والشباب اللي موجودين في الكويت على آخر تطورات الموجودة في جوجل على آخر التقنيات اللي تم تطويرها في مجال البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الأوتوميشن والروبوتكس وهذا جزء من مسؤوليتني احنا في بنكو بوبيان لنشر الثقافة في موضوع التكنولوجيا وما أعتقد يخفى على أحد توجه بنكو بوبيان في نشر التكنولوجيا في الكويت واستخدامها سواء في التطبيقات المصرفية في البوينغ أو في المجالات العامة وهذه كذلك فرصة راح تكون بالنسبة لبنكو بوبيان نحن قاعد نوسع في موضوع التكنولوجيا راح يكون فيه فرصة كذلك للتقديم على وظائف يعني الشباب اللي موجودين والشابات اللي موجودين اليوم وعندهم خبرة في مجال التكنولوجيا في مجال البرمجة راح يكون لهم كذلك فرصة للتقديم على وظائف للالتحاق في بنكو بوبيان والانضمام إلى فريق العمل اللي موجود في البنك لتطوير البنك في المجال التكنولوجي بالمستقبل إن شاء الله من المنطلق استراتيجية البنك في توسع في مجال التكنولوجيا والبرمجة الرقمية نستضيف اليوم الـ Google Developers روت شولي أول مرة في الكويت هذا يعتبر جانب استثمار البنك في التكنولوجيا كما سيتم اختيار وتعيين مجموعة من الشباب المتخصص في البروغرامنج والكودينج والبرمجة الرقمية عساس أن يأخذون ويحصلون فرصة للعمل داخل البنك استكمال من دور البنك الريادي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية أقامت مكتبة الكويت الوطنية حلقة نقاشية بعنوان الملكية الفكرية والرياضة وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المسالك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي إن أجهود الوزارة الحثيثة أسمت في تقليص نسبة التزوير والغشة بشكل كبير جدا مشيرا إلى تطوير وتحديث القوانين والأساليب المتاخذة ضد الغشة بشكل دائم ومستمر عندنا اتفاقيات دولية مقع عليها دولة الكويت في مجال الملكية الفكرية مثل قانون 13-2015 نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون حتى المفتشين عندنا أضفنا لما نمنح الضبطية القضائية أضفنا للمفتشين أن النص هذا أن يكون الحماية العلامة والملكية الفكرية للمفتش التجاري لأن عشان نحصن المفتش أنه لما نأدي دوره لما تكون المخالفة وتروح للنيابة التجارية أن يكون المفتش قام في عمله بأكمل وجه طبعاً نحن العام حولنا 22 شركة إلى النيابة التجارية بعد ما اتخذت كافة الإجراءات من ناحية المحاضر من ناحية الإجراءات الكاملة لحالة لشؤون النيابة التجارية في عالم حفظ حقوق الملكية الحقوق المؤلف وكذلك أيضاً في مجال الملكية الفكرية لها من يتصدى لها بيئة تطوير والتغيير وهذا ما نتمنى دائماً ممثلة بوزارة التجارة والصناعة إذن الصلة والتعاون قائم ولله الحمد ونتمنى أن يزيد وأن يعزز فيما بيننا وهذه مناسبة الحقيقة تجدد فينا روح العمل المشترك والتعاون لتحقيق مصلحة حقوق المؤلف وحمايته وتوفير البيئة الآمنة التي تزيد من قدرة على الإبداع والانطلاق في أعمال جديدة وتمكنها من الاختراع من التأليف من الانتاج الذي يضغف إلى رصيد الكويتيين ودولة الكويت بشكل عام في مجال الانتاج الفكري والثقافي والأدبي والفني والتجاري كذلك في المنامة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شخص سبح الخالد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت ومملكة البحرين شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص مبينا أن البلدين على عتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر والمفيد للجانبين سيما من بعد توقع 47 وثيقة تعاون في مجالات عديدة وقال الخالد في كلمته في أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشاركة بين الكويت والبحرين إن اجتماع اللجنة يأتي في وقت تمر به العلاقات الثنائية في أوج مراحلها نظرا للعلاقات المميزة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الصعود والمسهويات أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبرعها بثلاث عيادة طبية متنقلة للنازحين العراقيين في مناطق النزوح والمتضررة في العراق بهدف توفير وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان هناك جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير عقب توقع اتفاقية التبرع مع جمعية الهلال الأحمر العراقي حيث قال الساير إن الجمعية ستواصل دعمها للنازحين العراقيين فيما سيتم تسلم العيادة المتنقلة إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي التي ستعمل على توزيعها في أماكن نزوح العراقيين قال المرشد الإيراني علي خامناء إن بلاده ستصدر النفط بمقدر حاجتها مضيفا إن محاولات الولايات المتحدة للنيل من إيران لن تحقق نتيجة وتترق في تصريح له إلى عدم تجديد واشنطن إعفاءات استيراد نفط بلاده قائلا إن جهودهم لن تصل إلى نتيجة ويجب أن يعلموا أن محاولاتهم العدائية لن تبقى دون رد لفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إركاع الشعب الإيراني عبر الضغوط الاقتصادية بدوره قال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في أول تصريح له بعد تسلمه مهامه رسميا إن بلاده لن تبقى نقطة أمنة للعدو في العالم وعلى طهران توسيع نطا قوتها من المنطقة لتشمل العالم الخام يقتحم مساويات قياسية جديدة تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية أهلا بكم من جديد أعلنت شركة طيران الجزيرة تحقيقها أرباحا صافية بلغت مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي في الربع الأول من العام الحالي وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي إن الجزيرة حققت أرباحا تشغيلية بلغت مليونين واربعمائة ألف دينار وهو ارتفاع من خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي وعضاف إن الشركة حققت إرادات تشغيلية بلغت واحدا وعشرين مليون وثلاثمائة ألف دينار بنسبة نمو بلغت أكثر من ثمانية واربعين في المئة وذكر بودي إن الشركة تواصل تحقيق الربحية بفضل توسيع نطاق شبكة وجهاتها إلى دول ومدن جديدة لخدمة شرائح أكبر من العمال فيما تسمر كذلك بالاستثمار في فرص وخدمات تركز على العميل مكتحما مستويات قياسية جديدة ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 42 سنة في تدولات أمس ليبلغ 74 دولار وسنة واحد وفقا لسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية سجلت سعر النفط أمس أعلى مسوياتها في نحو ستة أشهر بعد أنبأ عن أن دولا في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك ليسوا مستعدين لزيادة الانتاج وتعويض أي نقص في الإمدادات إلا إذا توافر الطلب عقب قرار الولايات المتحدة إنهاء اللعفاءات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني فرحة كويتاوية بقرب تحقيق الثلاثية التفاصيل بعد قليل في صفحتنا الرياضية ابقوا معنا أهلا بكم من جديد بعد فوز الكويت المستحق على غرمه التقليدي في السنوات الأخيرة وهو فريق القاتسية بهدفين نظيفين في نهاء بطولة كأس أمير البلاد لكرة القدم أعرب لاعبوا فريق الكويت عن سعادتهم الكبيرة بإضافة لقب جديد إلى خزائن القلعة البيضاء إلى جانب قربه من تحقيق الثلاثية من خلال الانتظار بالإعلان عن تتويج الفريق في لقب بطولة الدوري وكان الأبيض قد حقق لقب بطولة كأس ولي العهد ولقب بطولة كأس أمير الملاد وتفصله النقطة واحدة عن لقب دوري فيفا مبارك حج العميد أمانة السبوع كان صعب كان فيه تحديد مصيرنا بالأسوية تحديد مصيرنا بالدوري ثلاثة مبارات خلال السبوع ما هي عملية سهلة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتركيز اللاعبين ودور الجهاز الإداري والفني تقلبنا على هذه الأمور واليوم يبنى أقل الكؤوس إلى كيفان اليوم ضيعه الكويت اليوم نلعبه مبارات تكتيكية شبيرة قلت لك مبارات الكؤوس أنت تابلتي بالكاس إلى كيفان هذا هو الأهم واحدة حتى قدمه مبارات جيدة والأخير حسمناها طيب محاولة نتكلم على المكافأة طبعا المكافأة دائما حاضرة بنادي الكويت لا تحاتي تكلم عن المحترفين المحترفين رأي راح يكون هناك تغيير بالمحترفين لكن ما أقدر أتكلم على الموضوع حتى ينتهي الموسم لحد الآن نحن بقلنا مباراتين بالدوري وما حسم الدوري ولكن لكل حادث حديث إن شاء الله أنا أقول الحمد لله على كل حال اللي في زناه في المبارة هذه مبارة مهمة كانت خاصة بالنسبة في نادر الكويت فإن شاء الله يعني اللاعبين كانوا قد المسؤولية رفعوا كاس العود ويبنى وله الحمد هذا رابع كاس أنا أخذه بالموسم كلها يا ربي لك الحمد والشكر ونبارك للجميع للجميع الإسراء الرياضية بوجود سيدي ووالدي صاحب السماء أمير البلاد الله يعطي الصحة والعافية يعطيه لطنة العمر يا رب ونبارك لجميع منتسبين بنادي الكويت كل تعب من رئيس الفقري من رئيس النادي وعظم السدارة الجماهير الوفية اللاعبين الأبطال الرجال أجهزة فنية إدارية علاقات عامة طبية الجميع نقول لهم مشكورين يعطيكم العافية وإن شاء الله بإذن الله نوع الجماهير أن نغاتل بكل بطولة الله كتب يا الله لك الحمد الله ما كتب اللهم الاعتراض نقول الحمد لله الله عطانا وكرمنا دائماً تلعب الدلغاتية مسهلة لكن ضيعنا نعم صح الله قلت لك الله عطانا وكرمنا هدفين ومبكرين لكن مسهلة إمبارات بفوز تلعب أمام خصم كبير نحترمون قدره تقريباً نهاية الموسم في تجد المحترفين بخالد ما خلصنا الدوري بفوز أسبوع متعب جداً ثلاث مباريات بأسبوع لكن الرجال العميد قدها يعني الوقت الصعايب يبرون الرجال والحمد لله نقول هارد لك النادي غادسية وقل لك اللاعب ينادي الكويت ما عندي علم الله أنا مرتاح بنادي الكويت كأس غالي علينا وعن كل الكويتيين والحمد لله قدرنا نحافظ عليها موسم التالد على التوالي وإن شاء الله هذا الموسم سيكون موسم ناجح لنا وبإذن الله رح نمضي لأدام والقدم أفضل إن شاء الله تكمل ويا العميد ولا الحجب لهلا ما في شيء لكن إن شاء الله خير هذه ثنارات مجهود ضفرنا فيها من بداية الموسم متاعب موسم طويل الحمد لله ربعا من قاعد ناخذ الفوز أبارك لمجلسي دارة نارد الكويت على رأسهم السيد خالد الغانم أخونا الكبير من قصة الرجال اليوم لعبوا مباراة بطولة والله الحمد حافظنا على اللغب أشكر الجهاز إداري والفني والجهاز الطبي والجماهير الوفية لنا لكويت إنه عمد لله كل عام يعملنا لنجح كل شيء الحمد لله اليوم نقوم بمزيدنا أستطيع أن نحن شكرا للمشاهدة للسطرة لأنتم سنبتل وستحبت لكاتسيا هل يفرنا كم الأفضاء؟ موسم التالي كل مرة لكاتسيا إلا هنا وصلنا معكم لنهاية نشراتنا لهذا اليوم وقبل ختابها نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر أتراي ميديا جروب ولمشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوبر يوتيوب في عمرها